احنا تقريبا عايشين على 6% من مساحة بلدنا 5.5% حسب بيانات المركزي للإحصاء لو هتقيس بلدنا كده بالفدان اللي هي مصر يعني مساحة مصر بالفدان حوالي 238 مليون فدان 238 مليون فدان ده المساحة الكلية لبلدنا وبطبيعة الحال معظمها حسب بيانات رسمية صحاري دهنا الصحراء الغربية والصحراء مش عارف ايه يعني بلدنا دي لو في حد بيفكر ويخطط نتوسع بدل ما احنا متكتلين في الحتة الصغيرة اللي اسمها الدلتة حواليه النهار النيل مساحة الزمام الزراعي في بلدنا حوالي 10 مليون فدان اللي هو لما تقسم المساحة الكلية اللي هي 238 مليون فدان على مساحة الزمام الزراعي اللي هو 10 مليون فدان يبقى نسبة الزمام الزراعي من اجمالي بلدنا حوالي اربعة وحوالي ثلاثة وتمانية من عشرة من اجمالي مساحة البلد حكومة عملت مشروع ضخم طموح وقال لك مشروع المليون فدان شوية غيروا اسمه بقى مشروع المليون وخمسمائة الف فدان شوية بقى مشروع الاتنين مليون فدان والمواطن لا شايف ولا حاسس الاراضي الزراعية الاصيلة الاديمة العتيقة في بلدنا بتتناقص على حساب بعض الاراضي المستصلحة واهميا اللي بتعلن عنها الحكومة سنوية بساعة الرقعة الزراعية الاديمة بتتآكل واللي ما بيتأكلش مش لاقي ميا لا يزرع ولا يروي ولا لا اسماد ولا الفلاح في المحافظات الزراعية زي البحيرة زي الغربية زي المنوفية زي محافظات الصعيد عارف يزرع او يقلع او يعيش حياته كما كانت تقوم الحكومة سيب كل ده سيب الارض الاديمة العجوز اللي ما عادش لاقية لرعاية ولا حماية سيب الفلاح اللي يعاني مش لاقي ميا يزرع ولا يقلع ولا لاقي سماد ولا لاقي تقاوي تروح تعمل مشروع تاني جديد خالص ده غير المليون وخمسمائة فدان اللي اعلنوا عنهم في 2017 والحد النهاردة اللي شفنا منهم الابيض ولا سنوية خد بقى التقيلة لو الحكومة فاضية مش عارفة تصرف فلوسها فين ولا عارفة بعزة فلوس القروض اللي بتجيبها منين فيقوم يعلنوا عن مشروع ضخم ومصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية ايه بقى حدود القرية الجديدة؟ ده منخفض موجود في بلدنا والمنخفض ده لو منخفض القطار حكومة هتعمل في مشروع جديد حسب كلام الحكومة والسادة المسؤولين في البلد هيعمل طفرة وهيحول الصحراء الغربية لمنطقة زراعية قبل للسكن وقبل للإستثمار طيب المكان ده في منخفض القطارة انا بس عايزك لو تكبر لي الصورة دي يا ضياء عشان اشرح للناس الحكومة عايزة تعمل ايه؟ وقبل ما اشرح لك الحكومة عايزة تعمل ايه؟ هقول لك الحكومة هتدفع قد ايه من جيبك؟ الخبر بيقول واحد ونص مليار جنيه سترليني بالورقة والقلم كده الجنيه السترليني النهاردة بحوالي تسعة وخمسين جنيه في البنك بستين جنيه بره لو هنضرب المليار الواحد ونص مليار جنيه سترليني في التسعة وخمسين يعني بنتكلم عن حوالي تسعة وتمانين او تسعين مليار جنيه مصري لعمل هذا المشروع والقناة اللي هتعملها الحكومة طولها حسب ما هو موجود على الخريطة خمسة وخمسين كيلو متر وبتربط البحر المتوسط بالمنخفض القطارة ولا هزود مساحة المية اللي موجودة في منطقة منخفض القطارة طيب ايه الهدف من هذا المشروع؟ هل مية البحر المتوسط هتزرع الارض في القطارة؟ قال لك لا ده انا لما زود المية حتى المنخفض ده ازود له المية فهتبقى مساحة المية اللي موجودة في هذا المكان تتجاوز مش عارف عشرين الف كيلو متر فتزيد عملية البخر في المنطقة تزيد عملية الامطار في المنطقة فالمطر اللي هينزل ربما يحول الاراضي اللي موجودة في الصحر الغربية لاراضي قابلة للزراعة ويجلب المواطنين فيعيشوا في الصحر الغربية هو ده كده المشروع وسموه كمان ايه قناة السويس المصغرة شو ده بيفكرني على طول بقناة السويس الجديدة اللي بلدنا دفعت فيها عناشف اربعة مليار دولار واللي كان بداية الازمة الاقتصادية قروض متلكلة حد النهاردة بنسد في فايدها عشان نعمل مشروع زي ده قال لك قناة السويس مصغرة تقرير بريطاني بيكشف مقترح مصري بحفر قناة جديدة في الصحر الغربية لخل بيئة صالحة للحياة عشان بس محدش يضحك على حضرتك وعي حضرتك مهم عندي الهدف من المشروع ده مش المية اللي هنجيبها دي بطول خمسة وخمسين كيلو متر بمساحة عشرين الف كيلو متر في منخفض القطارة هي اللي هنزرع بيها مية نحن هنجيب المية ونستنى الشمس تطلع طلعت الشمس بخرت المية نستنى المطر ينزل نزل المطر على الأرض الأرض دي يطلع نباتية ما تطلعش وبعد كده نبقى نستنى هنستصلح الأرض ولا لأ مشروع ده هيدفع فيه قدية حسب تأرير بريطاني وبالمناسبة التأرير ده الحكومة المصرية لم تعلن عنه دي جريدة بريطانية أعلنت حسب الصحيفة البريطانية جيب لحضراتكو اسمها حالاً الصحيفة البريطانية قالت اسمها صحيفة إكسيبريس البريطانية قالت الموضوع كمان إن الحكومة المصرية طلبة من بريطانيا قرد بواحد ونص مليار جنيس ترليني عشان نعمل هذا المشروع لو تدور لي أبراهيم على اسم الصحيفة أكون شاكر جداً لحضرتك الغريبة إكسيبريس البريطانية شكراً لكم نفس المشروع ده تم طرحه في 2018 وطلعت وزارة الراي المصرية تكشف حقيقة مشروع واهمي في الصحرة الغربية وغتها السيد وزير الراي قال إن الكلام ده كلام فارغ والصحرة الغربية لا يمكن زراعتها وإن 8 مليون فدان في الصحرة الغربية مجرد واهم لإن الأراضي في الصحرة الغربية نسبة الملوحة فيها عالية جداً والطربة صخرية ولا تصلح للإزراعة ده فضلاً عن انخفاض مستوى الرطوبة في الأرض وانخفاض مش عارف المياه الجوفية وشوية عوامل فوق بعض قالك يبقى ما ينفعش نزرع في الصحرة الغربية دلوقتي عايزين نصرف 1.5 مليار استرليني 90 مليار جنيه مصري عشان نعمل قناة سويس مصغر فهيب عندنا بقى إيه؟ قناة السويس الأصلية قناة السويس الجديدة وقناة السويس الجديدة التانية اللي هي بتاعة النحية التانية اللي عايزين يعملوها وقناة السويس المصغرة أربع قنوات سويس والمواطن بيكح اطراب وبالمناسبة لو المشروع ده في خير أنا معاه لكن مش وقته ده احنا علينا ديون بره 168 مليار دولار رايح تجيبلي كمان 1.5 مليار استرليني من بريطانيا ده احنا بندفع مش عارف تلتين الداخل القومي أو الداخل المحلي على فوائد الديون بس طيب وبعدين يا اخوان هنفضل عايشين بالديون لحد امتى طيب سيب الجديد واهتم بالعشرة مليون فدان اللي عندك وفر لهم سماد وفر لهم مية وفر لهم بزور وفر لهم تسويق صح الله تكسب دهب الناس بطايت تزرع قصب فعندك مشكلة في السكر طالوا يزرعوا غلة فعندك مشكلة في رغيف العيش طالوا يزرعوا رز عشان المية فعندك مشكلة في الرز سيب كل ده تروح في السحرة اللي الله اعلم هتجيب ولا ما تجيبش وتصري فيها تسعين مليار يبقى انت عندك مشكلة في التخطيط في الترتيب عندك مشكلة في دماغك الله اعلم شوف ايضا هذا الخبر من 2021 قال لك مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة للإصلاح الزراعي بالصحرة الغربية المشروع وقناة سويس جديدة وفلوس جديدة وديون جديدة وبلاوة جديدة وحفرة عم ناشف تاني احنا بنخترع العجلة يا ناس يا خلقه حاجة اللي تعملها مرة وتفشل ماينفعش تعملها تاني وتستنى منها نجاح المشروع اللي تعمله قبل كده وما يجيبش ماينفعش تعمل نفس المشروع تاني وتستنى يجيب يعني بشلم دراسة في الواقع بمليم خطة واستراتيجية بتعريفة بتعريفة استشارة مسؤولين خبراء طاقة خبراء راي خبراء طربة خبراء اقتصاد وبعد كده عمله اللي انتو عايزين مش كل واحد تطلع في دماغه هابولة يطلع في دماغه مشروع خش الحمام مش لاقي حاجة يعملها يفكر في مشروع قومي يطلع يعمله اللي الله الناس بتكح اطراب ناس لا مستنية قناة سويس المصغرة ولا شاف طبي يدو سود من قناة سويس الجديدة الناس مستنية حل الازمات الاقتصادية وتوفير المحاصيل 10 مليون فدان اجدى بالاهتمام بهم ولا ان احنا ندفع 90 مليار عشان نعمل ترعى في الصحراء يا جابت يا مجابتش يعني افرد جدلا عنش هطول شوان افرد جدلا 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 90 مليار جنيه دولار جبتهم وصرفتهم حصرا على العشرة مليون فدان اللي موجودين في البلد حصرا طالما انت عايز تتم بزراعة وطالما انت نقو تجيب قرض بواحد ونص مليار سترليني جبهم لكن اصرفهم على الفلاح المصري وفر مبيدات مناسبة وفر بزور معدلة تستطيع مقاومة التغيرات الجوية وفر بيئة مناسبة للفلاح المصري وفر مصانع للخضر والفواكه بدل ما احنا بنصدر الحاجة سليمة نية وترجع لنا تاني وفر الميا وتعال شوف النتيجة انا بقولك هوت هتحل 30-40% من مشاكلنا لو اهتمت بالفلاح والزرع ترجمة نانسي قنقر